رغم تصريحات حكومية عديدة حاولت رسم صورة وردية للعملية الانتخابية التي تجري في العراق إلا أن الواقع يكشف كثيرا من الشبهات والخروقات الانتخابية في ظل مناخ ملتبس يختلط فيه السياسي بالأمني والعسكري عمليات تزوير واسعة رصدها مراقبون بعيد بدء الاقتراع في محافظات السليمانية والتأميم أربيل عبر التصويت بالنيابة وحجد ناخبين للتصويت في مراكز تصويت ليسوا مسجلين بها نهيك عن العبث بأجهزة الاقتراع الألكتروني أو تعطيلها في بعض المناطق شراء بطاقات الانتخاب من قبل الأحزاب والمرشحين مثلت الظاهرة الأبرز قبيل بدء التصويت حيث تستفيد القوى المتورطة في شراء الأصوات الانتخابية من وجود نوع من البطاقات الانتخابية المعتمدة من قبل مفوضية الانتخابات لا تحمل صورة الناخب من ثم يمكن لأي شخص التصويت نيابة عنه مخاوف أخرى أثارها نشطون من استخدام الميليشيات لسلاحها في إجبار الناخبين على انتخاب قائمة بعينها لسيما وأن ميليشيات الحجدة تشارك في الانتخابات بقائمة تمثلها غير أن مراقبين للعملية الانتخابية حذروا من عمليات تزوير أكثر احترافية من خلال اختراق نظام الاقتراع الإلكتروني وهو أمر غير مستبعد كما يمكن ذلك إذا انحاز القائمون على النظام الإلكتروني لهويتهم العرقية أو المذهبية أو حتى لمصالحهم السياسية أو غير ذلك وهو أمر غير مستبعد كذلك خاصة وأن هناك من شكك في موظفي فوضية الانتخابات القائمين على عملية أفراغ البيانات الموجودة في أجهزة العد الإلكترونية أما نظام التصويت الإلكتروني المستخدم في الانتخابات في العراق فقد أثبت التجارب أجريت عليه في الولايات المتحدة الأمريكية أنه ربما يخطئ في إصدار نتائج حقيقية للأصوات المدخلة بل إن التجارب أثبتت أنه يمكن أن يعكس النتائج فيصبح الخاسر فائزا والفائز خاسرا هي انتخابات يحيطها الشك وريبة إذن فالكل يتهم الكل بالتزوير وأكثرهم ربما يرتكب عملية التزوير فعلا في حين يبقى العراقيون بعيدا عن معادلات حساب النتائج بعدما صارت أشياء أخرى تتحكم فيها ترجمة نانسي قنقر